السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد قيس عبدالغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي ليوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من فبراير من العام الفين وواحد وعشرين وننتدي أخواني العزاء فقرة التحليل الفني بتحليل المؤشر العام للسوق السعودي تاسي ونلاحظ أخواني العزاء أن المؤشر العام قد نجح بتحقيق الهدف الماثل عند مستويات 9200 نقطة وهو عبارة عن منطقة مقاومة ونلاحظ أن الأسعار بمجرد اللامسة هذا المستوى بدأت بالتراجع والتصحيح مقتربة من المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم والذي يكون منطقة دعم متحركة في حال تمكنت الأسعار من التماسك أعلاها من الممكن أن نشاهد إنهاء للتصحيح ومحاولة العودة لأجل أخذ العزم للصعود واختراق مستويات 9200 و9200 نقطة واجتيازها أما كسر المتوسط المتحرك قد يمد الموجة التصحيحية لتصل لمستويات 9000 نقطة إذن أخواني العزاء ننتقد إلى تحليل سهم شركة أرامكو ونلاحظ أخواني العزاء أيضا أن سهم شركة أرامكو قد بدأ بيئة تراجع بعد أن كسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وحاليا الأسعار في حال لم تتمكن من العودة أعلى مستويات الأربعة وثلاثون ريال فاصلة خمسة وستون هللة قد نشاهد استئناف الهبوط لتصل الأسعار إلى مستويات الأربعة وثلاثون ريال فاصلة ثلاثون هللة ولن يعود سهم شركة أرامكو إلى التخلص من الضغط السلبي إلا بالعودة على مستويات المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة سيرة ونلاحظ بسبب التخصحيح الذي حصل في المؤشر العام أن الأسعار قد بدأت في التراجع محاولة تنكسر المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم في إشارة خطيرة لتغير الأسعار في حال تمكنت الأسعار من الثبات أسفل المتوسط المتحرك قد تستمر الأسعار بالهبوط إلى مستويات 16.80 هللة وأيضا 16.5 ريال ولن تعود الأسعار إلى الطور الإيجابي إلا بالعودة مجددا أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والتداول أعلى مستويات 17.40 هللة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة سابق ونلاحظ أيضا أن سهم شركة سابق هي الأخرى قد نجحت بالتماسك خلال الجلسة السابقة على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وعلى الدعم الماتل أن مستويات 103.70 هللة والثبات أعلى هذه المستويات يعزز من فرص استمرارية المسار الصاعد الذي يستهدف مستويات 108 ريالات إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم مصرف الراجحي ونلاحظ أن سهم مصرف الراجحي قد ناجح فعليا بتحقيق الهدف الرئيسي الماتل لمستويات 90 ريال وأحب أن أبارك لكم تحقيق الهدف الرئيسي الذي تحدثنا عنه في التحليلات السابقة وحاليا الأسعار بمجرد ملامسة الهدف الرئيسي بدأت بالتذبذب والتراجع من أجل التصحيح وأخذ العزم للصعود ومحاولة اختراق مستويات التسعون واجتيازها لتحقق أرقام فلكية قادمة ولكن من الممكن قبل حدوث هذا الاختراق أن نشاهد بعض من التصحيحات والتحركات العرضية من أجل أخذ العزم لها الصعود مجددا إذن أخواني العزاء ننتقل لتحليل سهم شركة الأنابيب العربية ونلاحظ أن السهم قد امتد بالتصحيحات الهابطة وحاليا الأسعار تحاول الاستقرار أسفل متوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم وفي طريقة إلى الدعم المحور الماتل المستويات الواحد وعشرون ريال وهو نقطة الفيصل في تحركات السهم حيث أن الأسعار إذا كسرت مستويات الواحد وعشرون ريال سوف تعود للمسار السلبي الهابط بقوة لتستهدف مستويات ساعتاش ريال ونصف إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة إكسترا ونلاحظ أيضا أن سهم شركة إكسترا بالرغم من الهبوط الذي حصل لا يزال يعتبر في طور الإيجابية ولا يزال في طور المسار الصاعد وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى المتوسط المتحرك نتوقع إنهاء التصحيحات ويبدأ السعر بالصعود مجددا ليستهدف مستويات ثمانية وتسعون ريال ومئة ريال خلال التداولات القادمة إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة نادك ونلاحظ أيضا أن سهم شركة نادك هو الآخر يتحاول التداول والتماسك أعلى مستويات الواحد وثلاثون ريال حيث أن الأسعار إذا نجحت بالارتداد من مستويات الواحد وثلاثون ريال والصعود منها من الممكن أن نشاهد اندفاع قوي جدا قادم لسهم شركة نادك ليعانق مستويات ثلاثة وثلاثون ريال فاصل عشرون هللا خلال التداولات القادمة ومفتاح التداول لسهم شركة نادك هو مستوى الواحد وثلاثون ريال وشرط تحقق السيناريو العجابي هو الحفاظ على الأسعار أعلى هذا المستوى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة كيمانول ونلاحظ أيضا أن سهم شركة كيمانول يتداول بشكل عرضي متخللا المتوسط المتحرك لمدة خمسة وخمسين يوم وبشكل عام في حال تمكنت الأسعار من الثبات بالتداولات أسفل متوسط المتحرك قد يمتد التصييح الهابط إلى مستويات ثم عشر ريال فاصل عشرون هللا واما في حال تمكنت الأسعار من العودة على مستويات الثلاثة عشر ريال من الممكن أن تندفع على سعار نحو الأهداف المذكورة عند مستويات ثلاثة عشر ريال فاصل سبعون هللا وخمسة عشر ريال على المدى المتوسط إذا نقواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة التصنيع ونلاحظ أن التصنيع نجحت بالانطلاق والاندفاع لتحقق الهدف الأول الماثل للنستويات أربعة عشر ريال ونصف وتحاول تأكيد الثبات أعلى هذا المستوى لتندفع نحو الهدف الرئيسي المنتظر الماثل للنستويات خمسة عشر ريال ونصف وشرط تحقق هذا الهدف وتحقق السيناريو الإيجابي هو ثبات الأسعار أعلى مستويات الأربعة عشر ريال ونصف إذن أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة كيان السعودية ونلاحظ أن سهم كيان السعودية هي الأخرى قد نجحت باختراق مستويات الخمسة عشر ريال وتحاول حاليا الثبات أعلى مستويات الخمسة عشر ريال والذي في حال تمكنت الأسعار من الثبات والاستقرار أعلى مستويات 15 ريال قد يفتح بوابة الصعود ويمنح الضوء الأخضر للسهم للانطلاق نحو الهدف الرئيسي مثلاً مستويات 16.70 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة الكابلات ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم الكابلات يقترب من التداول حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم حيث أن الأسعار حالياً تتداول بالقرب من الدعم المحوري مثلاً مستويات 31.30 ريال وطوالما أن الأسعار تتداول أعلى مستويات 31.50 ريال لا يزال المسار الصاعد هو في طور السيناريو الحالي أما كسر مستويات 31.50 ريال قد يكلف السهم الكثير وقد يهوي به إلى مستويات 29 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم مصرف الإنماء ونلاحظ أيضاً أن سهم مصرف الإنماء لا يزال يتداول في ظل المسار العرضي الذي يتداول من خلال الجلسات السابقة ويتخلل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وهذا يدل على العرضية وحالياً الأسعار لن تتحرر من القيود السلبية ولن تبدأ بالاندفاع نحو الهدف الماثل من مستويات 16.60 ريال إلا باختراق مستويات 16.30 ريال والثبات أعلى إذن أخواني العزاء ننتقل إلى تحليل سهم شركة بحر العرب ونلاحظ أيضاً أن سهم بحر العرب قد بدأ بالتحرك بتحركات خطيرة جداً والثبات أسفل المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وكسر هذا المستوى والتداول دون مستويات 125 ريال قد يكلف السهم الكثير وقد يهوي به إلى مستويات 105 ريالات خلال التداولات القادمة ولن يتوقف نزيف السهم إلا بعودة الأسعار أعلى مستويات 125 ريال إذن أخواني العزاء ننتقل ختاماً إلى تحليل سهم شركة الطباعة والتغليف ونلاحظ أخواني العزاء أن سهم الطباعة والتغليف حالياً يحاول التماسك والتمركز أعلى مستويات 23 ريال ونصف وفي حال نجح بالثبات أعلى مستويات 23 ريال ونصف قد يساعد على الارتفاع وتحقيق الهدف الماثل مستويات 25 ريال فاصل إلى 80 هللة وقد يمتد أيضاً إلى مستويات 27 ريال إذن أخواني العزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية للسوق السعودي أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله